لأن مواكبة التطور التكنولوجي باتت ضرورة ملحة في عصرنا هذا في كافة المجالات ومنها المجال التعليمي كان لابد من العمل على دمج التكنولوجيا في العملية التربوية والتعليمية فإنا وصلنا مع هذه التقانا وما هي تأثيراتها الإيجابية والسلبية أن وجدت لإلقاء الضوء على التعليم المتمازج معنا اليوم في الاستوديو الموجهة الاختصاصية هلاء حبيب بدي رحل فيها بصباحي ولكن سعد صباحك أهلا وسهلا فيك صباح الخير لإلك موضوعنا كثير حلو وهام هو عن التعليم المتمازج طبعا باعتبار حضرتك موجهة في هذا الاختصاص دعنا نأخذ فكرة نعرف أهمية وتميز هذا التعليم لكن دمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية هو موضوع كثير حلو وكثير هام لليوم وخاصة مع التطور الذي نحن موجود فيه خبرنا فكرة عن موضوع دمج التكنولوجيا بالتعليم التعليم بستان معرفة كلما تعددت سمرات هذه البستان رأينا ما هو خصب وغني وأفدنا منه أفدنا منه بما يرضي زائقة التلقي العلمي فكان لابد من تنوع في التعليم لجأنا إلى التنوع في التعليم لمواكبة التطور ولنرتقي بأبنائنا الطلوة سعيا للوصول إلى مجتمع راقي لابنته الأساسية أفراد يتحلون بالعلم ويتحلون بمرونة في مواكبة التطور لأن ما كان يصلح في الأمس لم يعد يصلح الآن فكان دمج التقاني بالتعليم أو ما يسمى بالتعليم المتمازج هو نافذة ضرورية نطل من خلالها على أفق علمي متطور علميا يسمر ويزهر فنتج عنه التعليم المتمازج الذي هو عبارة عن تعليم الكتروني في عالم افتراضي يسمى الموديل حلو هلأ عم نحكي بشكل خاص ذكرتي العملية التعليمية كيف كانت مبارح كيف صارت اليوم أكيد تغيرت والتطورت مع دخول تكنولوجيا والتطور التعليم المتمازج كان خير مثال على التطور الذي حدث من خلال التفاعل والتعامل من قبل الطلاب ميزاته كيف انتشر بسوريا الأول شيء هي آلته أنه عبارة عن شعبة تحوي مجموعة من الأجهزة الحواسيب وشاشة تفاعلية وحديثا تم توزيع لهم التابات من قبل الوزارة عن طريق مديرية التربية طبعا وبسبب تظافر الجهود الطيبة المبزولة من مديرية التربية متمثلة بسيد عمران أبو خليل مشكورا والأستاذ رئيس دائرة المعلوماتية الأستاذ نبيل موسى ومنسق دمج التقاني بالتعليم الأنسي رباب الخير والكادر الموجود في التعليم المتمازج الإداري والتدريسي طبعا جهود متظافرة أدت إلى ما يسمى بالتعليم المتمازج الذي هو نقلة أو صار في نقلة نوعية للطالب من التعليم العادي إلى التعليم عن طريق الحواسيب والبيئة الافتراضية الموجودة في الحقيقة اللي نحن بحاشته اليوم تماما فنحن أخذنا الجانب الإيجابي من الموضوع التقني حيث كان الطالب دائما بالإكليترونيات ساعات طويلة فكان يجب أن نجد حلول إيجابية نستثمرها إيجابيا للطالب فكانت التعليم المتمازج هناك كاتر تدريسي مميز ومهيئ ومجهز للتعليم عن بعد الطالب لديه خبرات أو أصول الكترونية نماها وطورها له التعليم المتمازج أصول الكترونية لكن غير موجهة ضمن هذا التعليم تم توجيهها بالطريقة اللي ممكن ترجع بالفائدة على الطلاب الأثر اللي شفتوه على أرض الواقع بالساحة التعليمية بشكل عام من خلال التعليم المتمازج تفاعل الطلاب ووصوله لمرحلة متقدمة تماما حتى ننوه على نقطة أنه بالجائحة الكورونا وقت اللي صار فيه حجر والطلاب ما كانت تروح على المدارس بالشهر الثالث العام الفائت لم يتأثر طلاب التعليم المتمازج لأنهم بالأساس لديهم خبرة بالتعليم عن بعد أو مهارة في التعليم عن بعد والمعلمين لديهم مهارة بإيصال المعلومة فاستمروا بالتعليم وصار لديهم مهارات متعددة أتمنى أن تلتقي بهم فهم أطفال صدقا متميزين بهذا المجال برأيك الطالب لازم يمتلك مهارات معينة لحتى يكون متميز بمجال التعليم المتمازج بداية أن يكون لديه أشياء بسيطة الكترونية يمتلكها الآن جميع أطفال أو طلابنا بأعمار من الصغر إلى أعمار نهاية التدريس وهذا يكفيه لأنه يدخل إلى شعبة التعليم المتمازج وهو يطورها داخل هذه الشعبة نعم أختلف أكيد كل الاختلاف عن التعليم العادي بالنسبة للطالب والمعلم إعطاء المعلم أصبح بطريقة مختلفة خلينا نحكي عن مهمة المعلم بإيصال المعلومة باعتبار هي عن طريق الحواسيب والآلات والتعليم عن بعد مهمة المعلم اليوم التركيز على خطوط أو نقاط معينة خلينا نحكي فيها تحضير الدروس بطريقة الكترونية مع صور وتحضير باور بوينت بالإضافة إلى تحضير اختبارات الكترونية دائما بسلة مع المتعلم أو الطالب من خلال مجموعات الواتس من خلال مجموعاتهم على الفيس متابعة التجارب والأمور التي يقومون بها دائما المعلم والمتعلم على صلة داخل الغرف الصفية الشعبة وأثناء ما يكونوا في المنازلهم نعم مثل ما حكينا الطلاب أو حتى الولاد اليوم بشكل عام بيحبوا موضوع التكنولوجيا التطورات اللي عم بتصير بيستخدموها بش طريقة ربما غير مفيدة ووظفتوها بطريقة صحة لكن المعلم يعني اليوم معلم بحاجة أيضا إلى دورات تدريبية اللي يدخل بعالم عفوا التكنولوجيا والتعليم المتمازج خلينا نحكي عن هذا الموضوع حصر بعض المعلمين ربما أو توظيف معلمين مختصين بهذا المجال كيف عم بيكون عم يتم عن طريق دورات تدريبية في مركز الباسل يشرف طبعا تشرف عليها مديرية التربية ودائرة المعلوماتية ومنسق دمج التقاني في التعليم بداية يكون هناك أول ما بدأ مدربين مركزيين دربوا مجموعة من المدرسين في المحافظة والموجهين الاختصاصين طبعا ثم في كل عام يكون هناك تدريب لعدة مدرسين بعدة مدارس نسقط عليهم التدريب وطبعا يتابعونه خلال عام كامل يعني يتدربونه خلال فصل الصيف وثم خلال العام الكامل نقوم بمتابعة متابعتهم وحضور دروس لهم على طريق دمج التقاني بالتعليم أي يسقط الدرس الكترونيا طبعا يتابع ويصبح بعد ذلك هو مدربا حلو طيب أن سهلة يعني خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن التعليم انتشاره بسوريا فيه له مدارس مخصصة شعاب مخصصة مستويات معينة عدد معين من الطلاب صف معين يعني مرحلة عمرية معينة نعرف أكتر عن موضوع التعليم المتمازج بدأ التعليم المتمازج في عدد من المحافظات حتى بدأ لدينا منذ عامين بدأنا بطلاب الصف السابع في محافظة اللازقية في مدرسة رفيق سكاف فكان لدينا هناك شعبة اسمها شعبة التعليم المتمازج لها كادر مشرق إشراف إداري يتبعونا إلى مديرة المدرسة في جبلة في مدرسة صالح محمود لدينا شعبة الحادي عشر خضعوا فداية إلى امتحان كان هناك عدد من المتقدمين خضعوا إلى امتحان نجح منهم عدد معين ولكن منهم حصلوا على أكثر علامات بالامتحان ما حصلوا عليه في العام المنصر يعني في نسبة معينة وأخذها 30 طالب الآن طلاب الصف السابع أصبحوا طلاب صف تاسع فهذا العام التحق في الصف السابع مجموعة جديدة كثير حلو تميزوا عن باقي الطلاب بنفس المدرسة يعني في شعب بالتعليم العادي وشعبة التعليم المتمازج ميزوا عنهم بطريقة ربما نحن اليوم بالعملية الامتحانية كيف عم بيكون في درجات أعلى في تفاوت بين الطلاب أم هي فقط الطريقة اختلفت فقط الطريقة اختلفت إنما هم يقومون بالامتحان مع الطلاب الموجودين في المدرسة بنفس المنهاج لأنهم يحصلون على المنهاج نفسه يعني ما بياخدوا منهاج تاني هنا نفس المنهاج ولكن بطريقة محببة للطالب أكثر تشده أكثر كونه يرغب بالالكتروني ما هو مشاهد الزاكرة البصرية رائعة في التعليم فامتحاناتهم هي نفسها تحصيلهم العلمي جيد جدا بالنسبة للتعليم المتمازج في تفاوت مع التعليم العادي بالنسبة للتحصيل العلمي بين الطلاب لا تقريبا نفس الشي يعني ما هالفرق يعني هن المتفوقين ودينا طلاب على مقاعد دراسي رائعين حتى هناك بعض المدرسين يستخدمون التقنيات الإلكترونية في الشعب العادية يعني هناك أجهزة أسقاط في المدارس وشاشات عرض يقومون بتحضير بعض الدروس هناك في شعبة المتمازج متابعة إلكترونية هذا اليوم المهم يعني أنصحها أنه يكون موجود بالمدرسة حتى بالشعب العادية على مقاعد دراسي كما ذكرت الأدوات الإسقاطية المختلفة لكل الطلاب لأنه اليوم فعلاً كل هذا الجيل يحب الإلكتروني ويحب التطور ويتعلم عن هذه الطرق أكثر من الطرق التقليدية برأيك يعني مهم اليوم يكون في أكثر من شعبة أكثر من مستوى بالتعليم المتمازج بأغلب طبعاً جميع مدارسنا تحوي على أجهزة إسقاط وشاشات عرض لكن موضوع الكهرباء أحياناً يلعب دور ولدينا في أغلب المدارس قاعات مجهزة بدمج التقاني بالتعليم يعني تستطيع المدرسة أن تأخذ الطلاب إلى هذه القاعة الصفية الكبيرة الموجودة فيها حواسيب وشاشة في مدارس فيها شاشات تفاعلية أيضاً يعني أغلب مدارسنا مجهزة وكوادرنا أصبحت كمان أغلبها مجهزة لدمج التقاني بالتعليم أو ما يسمى يعني المتمازج وخاصة اليوم مرينا بعدة ظروف ربما كانت بتخدم أكيد هذه الظروف هي متابعة الطلاب يعني دراستهم ولمتابعة الدروسهم العملية الامتحانية اليوم كيف عم بتكون ضمن أيضاً خلينا نقول الكورونا والإجراءات المتدخزة للطلاب وكل يعني بالنسبة للتعليم المتمازج والعادي باعتبار هنا بمدرسة واحدة مدرسة واحدة وبيئة واحدة تسير العملية الامتحانية وفق خطة ممنهجة ومدروسة رسمها الأستاذ مدير التربية السيد عمران أبو خليل مشكوراً يتابعها زملائنا الموجهين ومسؤول التربية ومدراء المدارس بدأت بالاهتمام بدخول الطلاب إلى القاعات الصفية أو الامتحانية آلية جلوسهم في المقاعد ضمن طبعاً بداية التعقيم قبل دخول الطلاب والتعقيم بعد خروج الطلاب طبعاً متابعة دائمة والمحافظة على البرتوكول الصحي بالإضافة أنه تدقيق للأسئلة الامتحانية دائماً بما يناسب القياس والتقويم والاطلاع ومستويات الطلاب والفروق الفردية يعني دوماً متابعة هذا الأمور من قبل مديرية التربية دائماً مجندة في الامتحانات الاهتمام بالامتحانة نعم خلينا نحكي بكلمة أخيرة منك اليوم لطلابنا المتميزين ضمن مدرسة المدرسة والبيئة المدرسية الواحدة سواء بشعبة التعليم المتمازج والشعب الأخرى على مقعد الدراسة طبعاً طلابنا أبناؤنا لذا علينا أن نعزز ثقتهم بأنفسهم فننصحهم بقراءة الأسئلة بهدوء والإجابة بالثقة لأن سير العملية الامتحانية هو سبر ومؤشر من مؤشرات أداء العملية التعليمية لذا علينا أن يكونوا دائماً سمرة للبزرة التي وضعت خلال العام الدراسي وإن شاء الله تكون سمرة إيجابية وإن شاء الله تكون خير على سوريا ونأمل أن يكونوا مستقبلاً زاهر ونأمل خير لبلدنا الحبيب بقيادة الدكتور بشار الأسد شكراً لحضورك المتميز وأكيد بوجود كوادر متميزة اليوم نفخر فيها أكيد طلابنا سيكونوا على المستوى المطلوب وطبعاً الهدف العلمي المرجو منهم بنا نتشكرك أنسي هلا حبيب لصباحك معنا لليوم يسعد صباحك كل الشكر إليك والكادر العاملين فيه أوغاريت شكراً إليك حبيب تقلبي شرفتي